ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن احتياطية الطاقة الكهربائية في مصر وصل إلى 13 ألف ميجاوات ليقترب بذلك من معدل الاحتياطي العالمي 25% من الطاقات المولدة جاء ذلك في نشرة مركز المعلومات بعنوان قطاع الكهرباء المصري يحقق قفازات ملحوظة والتي جاءت نتاجا للجهود المذولة في هذا القطاع على مدار السنوات الماضية ولفت المركز إلى وجود العديد من التعديلات التشريعية والتنظيمية الداعمة والمحفزة للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والتي تستهدف أيضا زيادة مشاركة القطاع الخاصة في إنتاج وتوزيع القهرباء مثل القانون الموحد للقهرباء إلى جانب التحديث الجاري باستراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة وصولا إلى عام 2040